بعض الصحابة والتابعين الذين كانوا صلعاء أولا الصلع هو فقدان الشاعر من الرأس الإنسان وهو شيء طبيعي جدا يحدث لبعض الناس بسبب العمر أو المرض أو الولاسة ولا يعتبر الصلاعيبا أو نقصا فيه بالشخص بلا حكس يمكن أن يكون على معنى الحكمة والشجاعة والسيادة ومن بين الناس الذين كانوا صلعاء بعض الصحابة والتابعين الذين هم أفضل الأجيال وأعظم القدوات في الإسلام وهم عمر بن الخطاب وهو الخليفة الثاني للمسلمين وأحد العشر المبشرين بالجنة وكان شديد الصلاع ولكنه كان أيضا شديد العدل والشجاعة والحكمة عبد الله بن عمر هو ابن عمر بن الخطاب وأحد أعلام الصحابة في العلم والفقه والحزيس وكان أصلى ولكنه كان أيضا منتقيا وزاهدا ومحبا للسنة عثمان بن عفان هو الخليفة الثالث للمسلمين وأحد العشر المبشرين بالجنة وكان أصلى ولكنه كان أيضا كريما وحريما وجوادا من أكثر الصحابة إنفقا في سبيل الله علي أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وذوج ابنته فاطمة والخليف الرابع للمسلمين وكان أصلا ولكنه كان أيضا بطلا وفقيها وعالما وخطيبا ومن أوصية النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر هو أحد أول المسلمين وأحد العشر البشرين بالجنة وكان أصلا ولكنه كان أيضا صابرا ومجاهدا من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة هو أحد الصحابة الكبار وأحد الستة الذين اختارهم عمار بن الخطاب ليختاروا من بينهم خليفة بعده وكان أصلا ولكنه كان أيضا أمينا وعادلا من أكثر الصحابة شهرة في الحديث الأحناف بن قيس سيدة مي من بصرة كلها أحد الزمان دوهات الفصحاء الشجعان الفاتحين يضرب له المسل في الحلم هؤلاء هم بعض الصحابة والتابعين الذين كانوا سلعاء وهم خيار الناس أئمة الإسلام وقد ذكروا في كتاب التواريخ والتراجم وسير بفضلهم وناقبهم وأعملهم الصالحة رضي الله عنهم أجمعين